الآن إلى جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورة الوضع في قطاع غزة نبدأ بافتتاحية صحيفة هارتس لهذا اليوم والتي جاءت بعنوان على الإسرائيليين أن يوقفوا لانزلاق نحو عملية في رفح وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية أوضحت أنها تعارض بشدة عملية عسكرية في رفح موضحة أن تجاهل نتنياه للتحذيرات الأمريكية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة بما في ذلك فرد حظر محتمل على الأسلحة وفقدان الدعم الأمريكي في مجلس الأمن لذلك يتوجب على إسرائيل أن تتجنب اجتياح رفح وأن يتحول التركيز نحو التفاوض للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين ترى الصحيفة أن هناك حاجة ملحة أيضا لأن تقوم إسرائيل بإعادة تقييم قيادتها واستراتيجياتها حيث أدى نهج الحكومة الحالية إلى انتكاسات وطنية كبيرة إلى صحيفة واشنطن بوست التي نشرت هذا التقرير بعنوان استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة مع اقتراب الهجوم على رفح ذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستمر محادثات وقف إطلاق النار اليوم على وقع تهديدات إسرائيلية بالهجوم على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة ووفق الصحيفة أعرب مسؤول حماس عن أملهم في التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة تتضمن المفاوضات عودة السكان الفلسطينيين النازحين من جنوب القطاع لشماله ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه المحادثات هي الفرسة الأخيرة لتجنب تصاعد القتال للتعليق عن هذه المقالات ينضم إلينا من رمالة هشام عبدالله الكاتب والباحث السياسي أهلا بك أستاذ هشام على شاشة الغد نبدأ من يدعوت أحرنوت لمن يوجه الإعلام الإسرائيلي اليوم رسائله وسط هذا التباين والاختلافات وسط هذه الفوضى الحاصلة في الداخل الإسرائيلي نعم تحياتي لك وليجميع المشاهدين والمشاهدات الصحيح أن الإعلام الإسرائيلية الصحافة الإسرائيلية بالتحديد يعني تواصل مهمتها الأساسية وهي الدفاع عن إسرائيل سواء إسرائيل دولة الاحتلال أو إسرائيل مطلقة النار وقاتلة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي أي مكان آخر يمكن أن تصل إليهم الإعلام الإسرائيلي لا زال يعني وأنا أتحدث هنا بلغة الصحفيين لا زال يضلل ولا زال يكذب ولا زال يردد المقولة الإسرائيلية بالأساس التي بنيت عليها حرب الإبادة هذه المتواصلة التي تستمر للشهر الثامن على التوالي ولا زال الصحافة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي بشكل عام يتحدثون عن إمكانيات يعني أن يكون هناك أصلا تهديدات أكثر استخدامهم للمعركة الوهمية على رفح وهو الاستخدام الذي برعت فيه الصحافة الإسرائيلية ومعها طبعا المسؤولون الإسرائيليون لا سيمة حكومة إسرائيل الحالية وللأسف أنها استطاعت أن تفرض هذه الأجندة وهذه النكهة من الأخبار والتعليقات والتحليلات والتوقعات استطاعت أن تفرضها بمساعدة الصحافة العالمية الدولية على الجمهور العالمي حتى أصبح الفلسطينيون أنفسهم يرددون بشكل مباشر وغير مباشر هذا الأسلوب وهذا المد الإسرائيلي للحرب والدفع الإسرائيلي للحرب ولكن في كل مرة تحت مسميات جديدة مرة تحت قصة المساعدات الإنسانية ومرة تحت اسم العملية المتوقعة في رفح ومرة تحت اسم المحادثات التي تجرى بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة نتنياهو وعرض الأمور وكأن هناك خلاف بين الجهتين هي تتوجه تقول على الإسرائيليين أن يوقفوا الانزلاق نحو عملية في رفح وفي نفس الوقت تتطرق إلى أن تجاهل نتنياهو للتحذيرات الأمريكية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة نعم صحيح هذا ما تقوله بالنظرة السريعة على هذه المقولة وعلى هذا المقالة وهذه الابتتاحية التي تقدمت بها صحيفة هارتس وهي التي تقدم نفسها على أنها صحيفة نوعا ما قريبة من اليسار إن كان هناك يسار في إسرائيل أو أنها صحيفة ضد اليمين لنقول ولكن في نفس الوقت الصحيفة عندما تتحدث عن خطر الانزلاق نحو رفح وهنا الفخ وهنا التضليل الكبير وكأن اختزل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر وحتى اللحظة مع كل هذه الكارثة التي أحدثتها إسرائيل إسرائيل التي أحدثت هذه الكارثة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكأن الأمور تقف عند مشكلة الانزلاق في الدخول في معركة رفح وبالتالي فكأن ذلك يجب كل ما قبله يعني أن الأدف الأساسي المنوط بإسرائيل اليوم حكومة وشعبا وصحافة وإعلاما أن تمنع هذا الحدث الخطير الذي لا يعرف أحد ماذا سيؤدي إليه وهو في رفح وكأن ما حدث حتى هذه اللحظة في طوال هذه الأشهر من القصف والقتل المستمر على مدار 24 ساعة التي حولت إسرائيل التي حولت قطاع غزة إلى كارثة إنسانية سيتطلب التعامل معها معارك وحروب أخرى حتى الخروج من هذا المنطلق فبالتالي أنا أعتقد برأيي المتواضع أن الصحافة الإسرائيلية وهارتس هنا إنما تتواطأ مع مخططات إسرائيل التي تغذيها الولايات المتحدة الأمريكية في حمل المسئولية عن ما فعلته إسرائيل حتى هذه اللحظة وللأسف هذا ما يحدث طيب وقع كل هذا على سير هذه المفاوضات الجارية يعني صحيفة واشنطن بوست يتتحدث عن هذه المحادثات الجارية في القاهرة وسط هذه الفوضى في الداخل الإسرائيلي المواقف المتباينة أنا لست متأكدا تماما من أننا نكون دقيقين إذا تحدثنا عن فوضى سياسية في إسرائيل أنا باعتقادي الراسخ ومتابعتي اليومية ليس لهذه الحرب فقط ولكن منذ نحو أربعين عاما لهذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم تكن هناك يوما فوضى سياسية في إسرائيل يعني فرق كبير بين التصريحات المختلفة باستخدام كلمات ومصطلحات اتهامات متبادلة يعني أيضا سيد يشام يعني هي اتهامات أيضا ولكن في حقيقة لا 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 هذه مجرد محاولات لذر الرماد في العيون وللأسف فإن إسرائيل كما أشرت سلفا إن استطاعت أن تفرض هذه الرواية على الحرب وكأن هناك من يمانع ويعمل على وقف هذه الحرب هناك إجماع كامل في إسرائيل ليس هناك صوت في إسرائيل يقول أوقفوا قتل الفلسطينيين ليس هناك صوت في إسرائيل يقول أوقفوا المذبحة المستمرة ليس هناك صوت في إسرائيل يقول أوقف هذه الكريمة التي تكبر يوما بعد يوم في قطاع غزة يعني محتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والذي يعني أغلبيتهم نعم نعم صحة صحة نعم وهذا يتطلب التوصل إلى اتفاق ربما هذا يدفعني إلى سؤالك سيد هشام هل ترغب إسرائيل اليوم بالفعل وبجدية في التوصل إلى اتفاق أي أن كانت بنوده لاستعادة لإعادة محتجزيها أم لا ترغب يا سيدتي حتى لو افترضنا أن هذا العدوان حرب الإبادة المتواصلة والمستمرة على الفلسطينيين ليس منذ السابع من أكتوبر ولكن طبعا بالدرجة الكبرى منذ السابع أكتوبر لو أنها توقفت هذه اللحظة لو أن خرج ناتنياهو علينا اليوم في مؤتمر صحفي وقال سنوقف القتال سنوقف الحرب سنوقف حرب الإبادة وطبعا سيقولها بلغته ما الذي سيحدث ما الذي سنجده ما الذي فعلته إسرائيل هذا أعتقد هذا هو المهم أكثر بكثير وهذا ما تريد إسرائيل ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب المتواطئ معها في هذه المسألة هذا ما لا يريدون أحدا أن لا يعرفه يريدون أن يلقوا يعني لاحظي حتى ليس في الأسبوع الأخيرة ولكن منذ اليوم الأول منذ اليوم الأول أصرت إسرائيل ومعها الإعلام والصحافة الغربية والدول الغربية أن هذه حرب بين إسرائيل وحماس هذه ليست حرب بين إسرائيل وحماس هذه حرب على الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل ليس فقط منذ قيام إسرائيل في 1948 ولكن منذ وعد بلفور في عام 1917 قبل أكثر من قرن لا زالت تعتبرهم مجموعة عابرة يمكن التعامل معها بأي ظرف كان ولكن ما يحدث أن في كل مرة تستد فيه المقاومة الفلسطينية إلى مستوى جديد يتم التعامل مع الموضوع تحت يافطة هذه التضليل إسرائيل الآن والولايات المتحدة الأمريكية تقول وكما قال بلينكين وكما قال بايدن وكما قال آخرون أن المشكلة التي تعترض وقف إطلاق النار هي حماس وأن العرض الذي قدمه في الفترة الأخيرة تحت مسمى الاكتراح المصري إنما هو عرض سخي فبالتالي إذا رفضته حماس فإن اللوم سيكون على حماس وبالتالي على الفلسطينيين هذا ما تفعله إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول في حرب الإبادة عدوان الإبادة هذه وحتى هذه اللحظة سأعود إليك سيد هشام أن نستكمل هذه النقطة تحديداً من النقاش لكن بعد أن نستعرض ما نشرته صحيفة الاندبندنت هذا التقرير بعنوان احتجاجات في إسرائيل وخلافات داخل مجلس الوزراء الحربي وسط محادثات وقف إطلاق النار قالت الصحيفة إن مئات المتظاهرين تجمعوا في تل أبيب للمشاركة في احتجاجات تدعو نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين وعلى الرغم من المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة ذكر مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل تستعد لمواصلة هجومها على مدينة رفح وشدد على أن إطلاق سراح المحتجزين لن يستخدم كوسيلة ضغط لإنهاء الصراع بينما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن هذا المصدر لا يمثل وجهة النظر المتفق عليها داخل الحكومة وطلب وزير الحرب بينيغانتس المصدر بدبط النفس في إشارة إلى الضغوط السياسية اليمينية على نتنياهو مجدداً عودة إلى ضيفنا من رمالة هشام عبدالله الكاتب والبحث السياسي أجدد ترحيب بك سيد هشام مرة جديدة تباين في مواقف وهذه الرسالة مجهولة المصدر ومسمية إسرائيلياً بوفق مصدر رفيع المستوى عرف على أن هذا المصدر هو نتنياهو سيد هشام هل تسمعوني؟ على ما يبدو هناك خلل سيد هشام هل تسمعوني؟ سيد هشام على ما يبدو هناك خلل ما ربما نستكمل باقي مقالاتنا ونعود إليك سيد هشام على أن يتم إصلاح هذا العطب وأن تقل إلى ما نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت هذا التقرير بعنوان خطة سموتريتش لتغيير الواقع بالضفة الغربية قالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية تمر بمرحلة حاسمة بخصوص سيطرتها على الضفة الغربية خاصة في ظل تهديدات وزير المالية بيتسلائل سموتريتش بحل الحكومة حيث يتم العمل حاليا على تغييرات جوهرية في المنطقة من قبل سموتريتش وفريقه وبحسب الصحيفة يعمل وزير المالية بتعاون مع وزيرة المستوطنات على إحداث تغييرات خارج الخط الأخضر حيث يجري العمل على تقنين 68 موقع استيطانيا لم يقنن بعد بعد وأكدت الصحيفة أنه يتم العمل على تقنين أوضاع العديد من المستوطنات وتمديد أعمال البناء فيها على الرغم أن الحكومة لم تكمل بعد إجراءات التسوية اللازمة لها إلى صحيفة فينانشل تايمز التي نشرت هذا التقرير بعنوان الجامعات الأمريكية تقاوم الدعوات لصحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل وبحسب الصحيفة لم تقم أي مؤسسة جامعية أمريكية بصحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل على الرغم من مطالب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في احتجاجات الحرم الجامعي ووفق الصحيفة كانت العقبات القانونية والعملية التي تحول دون سحب الاستثمارات والصعوبات التي تعترض بناء الإجماع حول هذه القضية سببا في تقييد العمل على الاستجابة للحملة التي انطلقت قبل ما يقرب من عقدين من الزمن على الرغم من أن الهيئات الطلابية في خمسين جامعة أمريكية قد مرروا أنواع مختلفة من قرارات المقطعة إلا أن أي منها ليس ملزما قانونيا أو ملزما قانونيا بالإضافة إلى ذلك أعلنت العديد من إدارات الجامعات بوضوح رفضها سحب الاستثمارات إذن مجددا نرحب بضيفنا هشام عبدالله الكاتب والباحث السياسي أجدد الترحيب بك سيد هشام الاندبندن تحدثت عن الاحتجاجات داخل إسرائيل وعن هذا البيان صادر عن مصدر مجهول لكنه رفيع المستوى سمي هكذا إسرائيليا لكنه عرف على أنه شخصية نتنياهو لماذا إرسال رسالة مجهولة كهذه؟ أو إصدار بيان مجهول كهذا؟ أعتقد أن هذا أعتقد أن هذا هي جزء من إضفاء الحقيقة غير الصحيحة غير الموجودة أصلا على ما تقوله الصحافة الإسرائيلية هنا الوحيد المستفيد من هذا الوضع طبعا من السهل جدا انتقاد أي مسؤول في إسرائيل وفي العالم الغربي ليست هناك مشكلة في انتقادهم ولكن رواية الصحافة الإسرائيلية هي الأهم إذا كانت رواية الصحافة بشكل عام هي الأهم فبالتالي أعتقد أن رد الفعل أو الطريقة التي تم تقديم هذا الخبر فيها وهذا البيان فيها أولا على أساس أنه من مصدر مسؤول ثم اكتشفت الصحافة الإسرائيلية طب ولماذا لم تكتشف الصحافة الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى قبل نشر هذا الخبر طبعا سيقول البعض أن هناك صحف موالية لنتنياهو صحف تسايره وصحف تقف ضده أنا أعتقد أن ذلك لا يخدم فقط إلا الحقيقة المجتزأة الحقيقة الوهمية التي تحاول الصحافة الإسرائيلية إسباغها على الرواية الإسرائيلية الكاذبة والكاذبة والكاذبة للعدوان الإسرائيلي على قطاعه الضفة الغربية الآن وخطة سموتريتش هناك لتغيير واقع الضفة وهو ما تطرقت إليه يدعوت أحرونوت يعني العمل بحديثهم عن العمل على تقنين حوالي 68 مستوطنة هناك يعني الاستيطان من الأساس هو مخالف للقانون الدولي ماذا يجري؟ طبعا ما يجري هو استمرار للاحتلال الإسرائيلي ولكن بأدوات أخرى وطرق أخرى لم يتوقف الاستيطان الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى بعد احتلال الضفة الغربية وشرقي القدس عام 67 وهو مستمر حتى هذه اللحظة صحيح كانت هناك فترات سعود وهبوط ولكن أكبر فترات السعود كانت طبعا بعد اتفاق أوسلو وبدء سلطة الحكم الذاتي لم يكن هناك يوما من الأيام حكومة في إسرائيل ضد الاستيطان الإسرائيلي الاستيطان الإسرائيلي هو عمليا أداء كبرى وأداء على الجبهة الرئيسية الأولى للاحتلال الإسرائيلي وسيظل مستمرا ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما على الأرض الفلسطينية وجاثما على صدور الفلسطينيين الاحتجاجات والحركة الطلابي في جامعات الولايات المتحدة مطالب هؤلاء الطلاب بقطع كل العلاقات مع إسرائيل الحديث وفق فينانشل تايمز عن أن هناك مقاومة من قبل هذه الجامعات لكن على ما يبدو ما جاء في هذا المقال أنه وفقا لبعض القوانين لن تتمكن هذه الجامعات من الاستجابة للمطالب برأيك كيف سيتم أو ما مستقبل هذه المطالب التي البعض منها من هذه الجامعات استجابت نوعا ما لطلابها وفاوضاتهم نعم نعم موضوع الاحتجاجات الطلابية الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وللمناسبة هي أخذت بعدا أكبر وزخما أكثر خلال الأسابيع الأخيرة ولكنها كانت موجودة منذ الأسابيع الأولى للعدوان الإسرائيلي هذا موضوع يتم التعامل معه أو إذا أردنا التعامل معه فيجب أن نفهم طبيعة التركيبة السياسية والاجتماعية خاصة مع المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هناك تغيير سيأتي في الولايات المتحدة الأمريكية وسيغير سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فإنه حتما سيأتي من قبل الطلاب ليس هناك فئة أكبر أكثر قدرة وشجاعة وحماسة على المطالبة في إحداث تغيير جوهري إلا فئة الطلاب وهذا ما تخشاه المنظومة الحاكمة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا زالت تحكمها حتى هذه اللحظة منظومة الصهيونية المسيحية ومنظومة المحافظين المنبثقة عن جماعة البروتستانت وهي أصغر الجماعات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها هي الجماعة الأكثر تأثيراً في السياسة الأمريكية وقد عملت خلال عقود من الزمن على ترسيخ مفهوم أن معادات إسرائيل هي معادات السامية نحن نعرف أن مصير أي شخص أو أي جهة أو أي مجموعة تتورق في مكافحة وفي مواجهة ما يسمى معادات السامية ستجابه بموجة كبيرة وبهجوم كبير وهذا ما يحدث حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية باللحظة التي استشعرت فيها هذه الجماعة السياسية التي تؤثر في السياسة الأمريكية بالذات فيما يتعلق بإسرائيل بالخطر القادم من الطلاب لأنهم هم الوحيدون القادرون على إحداث تغيير جوهري ومتواصل بدأت الهجمة ضدهم في اليوم الأول وصل رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى جامعة كولومبيا واعتبر ما يحدث بكلماته أنا استخدم كلماته اعتبر ما يحدث مقززاً وغير مقبول على الإطلاق وهو بالأمس عاد وطلب من سحب التأشيرات من الطلاب الأجانب المشاركين رأينا كيف تم استخدام العنف في جامعة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس وهي من أهم وأكبر الجامعات هذا من جانب من جانب آخر مهم جداً أن نعرف أن حجم الوقفيات التي تنتلكها الجامعات الأمريكية معظمها يصل إلى حوالي أكثر من 800 مليار دولار أنا أتحدث عن جميع الجامعات معظم هذه الاستثمارات تقوم بتوظيفه هذه الجامعات من خلال شركات تقوم باستدراج خدماتها ومعظم كثير من هذه الاستثمارات إما يستثمر في شركات كبيرة من الصناعة العسكرية وهي اللوبي الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعلق مباشرة في الدفاع عن إسرائيل وحماية إسرائيل ما يحدث هو أمر مهم جداً وعميق جداً وطبيعة العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالذات ما يتعلق بالتأثير السياسي يندرج في هذا المجال وعلينا وسنتوقع أن نرى موجة مواجهة كبيرة صحيح أن خلال الأيام القادمة ستغلق الجامعات الفصل الثاني وتبدأ عطلة الصيف ونسبياً يكون عدد الطلاب أكبر أنا أعتقد أن المواجهات ستستمر المطالبات ستستمر ولكن هناك كثير من المواجهة تنتظر هذه الاحتياجات من قبل هذه المؤسسة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية شكراً جزيلاً هشام عبدالله الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من رمالله